انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث أصبح بإمكان النخبين في ثلاث ولايات الآن الوقوف في طوبير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين وسط ترقب عالمي انطلقت تصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس عليها كل من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي كاميل هاريس حيث أصبح بإمكان النخبين في ثلاث ولايات الوقوف في طوابير بمراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرارة في الخامس من نوفمبر وقررت السلطات الأمريكية فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبها ويمكن لناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا الاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى الثاني من نوفمبر ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين ورغم أن جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد إلا أن سلاسة ولايات فقط وهي ألباما وميسيسيبي ونيوهامشير لا تتيح التصويت الشخصي المبكر ولكنها تقدم خيارات خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لأسباب محددة غيابية مثل المرض أو السفر ففي ألباما يتعين على الناخبين تقديم عزر مقبول مثل الإصابة أو الإعاقة أو تواجدهم خارج البلاد للتصويت غيابيا وأما في ميسيسيبي فالتصويت الغيابي متاح فقط للناخبين فوق الخامسة والستين أو الذين لديهم ظروف تمنعهم من الحضور إلى مراكز الاقتراع وفي نيوهامشير يسمح بالتصويت الغيابي لمن لديهم أسباب مثل العمل أو الدراسة في الخارية وأسباب صحية وكشف استطلاع للرأي أن ترامب يتقدم بفارق نقطتين عن الناخبين الأمريكيين العرب عن منافسته الديمقراطية كاميرا هاريس ووفقا الاستطلاع تقدم ترامب على المرشحة الديمقراطية بنسبة 45% مقابل 43% بين الأمريكيين العرب رغم أن هؤلاء الناخبين يرون أن الرئيس السابق أكثر دعما للحكومة الإسرائيلية من الإدارة الحالية معربين عن ثقتهم في قدرة الرئيس السابق على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقارنة بهاريس